الحمد لله القابض الباسط الذي يقبض ويبسط وإليه المرجع والمصير الحمد لله الحمد لله يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير أحمده جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أحمده بما حمد به نفسه وأذن عليه بما أذنى به على نفسه فله الحمد وله الثناء وله المجد جل جلاله وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة في الله العلم كله عند من والعلم كله يملكه من ويعطيه من ويهبه من قل إنما قل إنما العلم عند الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى هو أعلم بمن اتقى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين علم الله أحاط بكل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إذن العلم كله من عند الله فالله هو العليم الخبير علام الغيوب والعلم صفته ولذلك كان العلم من أشرف الموهوبات وأشرف الصفات وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقل ربي زدني علما فوجد عبدا من عبادنا آتناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فالعلم من عند الله واتقوا الله ويعلمكم الله اسم الله جل وعلا العليم واسم الله جل وعلا العالم واسم الله جل وعلا علام الغيوب العلام هذه ثلاث أسماء تحمل صفة واحدة وهي صفة العلم فما هو العلم ما معنى العلم تعرفون العلم أو لا تعرفون ما هو العلم العلم ضد الجهل العلم ضد الجهل طيب هل العلم درجة أو درجات درجات ودرجات العلم ثلاثة درجات العلم كم ثلاثة أول درجات العلم العلم المسموع العلم الذي تسمعه وهذا العلم المسموع يسمى بماذا؟ يسمى علم اليقين والعلم الذي تنظر إليه وتراه وتشاهده يسمى عين اليقين والعلم الذي اجتمع فيه الأمران سمعت ورأيت يسمى حق اليقين ولهذا قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون تعلمون تكررت كم مرة؟ ثلاث كلا سوف تعلمون بما سمعتم في القرآن ثم كلا سوف تعلمون يوم القيامة إذا بعثتم ورأيتم بأعينكم كلا لو تعلمون علم اليقين الأول حقيقة وما سمعتم لترون الجحيم وأنتم ما زلتم في الدنيا لأن المتحدث عن الجحيم هو رب العالمين الذي خلقها والذي هو أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث وما يقوله هو الحق اليقين الذي لا ريب فيه ولا شك فيه إن هذا لهو حق اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فإذا اجتمع علم اليقين وعين اليقين فقد شاء حق اليقين كلا إذا بل قال تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وإما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم والتصرية جحيم إن هذا لهو حق اليقين سمعتم عن الموت وأبصرتم الموت فإذا ذقتم الموت حصل حق اليقين بالموت واضح أنتم الآن كل واحد منكم عنده علم يقين عن الموت صح ولا لا لأن أبوهم مات وجدهم مات وجد جد أبوهم مات صح ولا لا وكل واحد منكم رأى عين اليقين الموت رأى الناس تموت قدامه صح ولا لا لكن متى يكون الموت حق يقين إذا جاءك إذا ذقته فإذا مدت وبدأت بك سكرة الموت علمت حق اليقين أن الموت حق واضح واضح إذا العلم عند الله وقد جمع الله باسمه العليم أسماء في القرآن فتارة يجمع مع اسمه العليم السميع فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم طيب أصل العلم عند البشر بداية سمع صح ولا لا والله أخرجكم من بطون يمهاتكم لا تعلمون الشيئا وجعل لكم السمع فإذا كان علم العلماء تسع وتسعين في المئة منه سماعا حدثنا وحدثنا وسمعنا وأنبأنا وحضرت وسمعت فالله جل وعلا سميع لا يخفى على سمعه شيء الأصوات كلها يسمعها عاليها وخافيها قال جل جلاله قال جل جلاله طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى من السر أخفى من السر يعلمه الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك لكن لا يستطيعون أن يخفوا عن الله شيء يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء جاءت خولة بنت ذعلبة قلبها مليء بالغضب على زوجها جاءت إلى الرسول والأمر السري في غاية السرية فما اكتفت أن تخاطبه عن بعد حتى وضعت فمها في أذنه تجادله وتناجيه وعائشة ربّة المنزل وسيدة البيت ما سمعت شيئاً مما قالت المرأة لرسول الله وسمع الله الحوار من فوق سبع سماوات قد سمع الله قولاً التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما تقول عائشة عجباً لسمع الله تبارك سمع الله والله إني لجالسة يوم جاءت المجادلة تجادل رسول الله فما سمعت مما قالت شيئاً وسمعه الله من فوق سبع سماوات نزل الزبور على داود فقام داود يرتل زبوره وقد أعطاه الله في رقبته سبعين صوتاً في حنجرته سبعين صوت تخرج كلها تمثِّل أفضل وأجمل وأحسن صوت سمعه الخلق من الخلق حتى إن الطيور إذا سمعت صوته وهو يقرأ الزبور أوَّبت معه تتجمع من جمال هذا الصوت يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَالْجِبَالُ طَرُبَتْ وَهِي الصَّمَّاءُ وَالطُّيُورُ فِي عَلْيَائِهَا طَيْبَتْ وداودُ في اتصالٍ مع الله يُرَدِّدُ كَلِمَاتِ اللَّهِ فِي زَبُورِهِ الَّذِي أُنزِلَ عَلَيْهِ أَذِنَ اللَّهُ لِلْجِبَالِ فَصَاحَتْ طَرَبًا فَصَمَّتْ وَصَكَّتْ آذَانَ دَاؤُودُ حَتَّى إِنَّ دَاؤُودَ خَفِيَّ عَلَيْهِ صَوْتُهُ لم يسمع صوت نفسه من قوة صوت الجبال من حوله فنادى يا رب أسكِت هذه الجبال حتى تسمع مناجاتي لك نزل جبريل فوراً بلغ السلام من السلام لداؤود وقال له إن الله يُقرِئك السلام ويأمرك أن تتبعني ضرب جبريل بأحد أجنحته أقرب الجبال الشم من داؤود فانفلق الجبل والجبل تسعة أعشاره في الأرض وعشر واحد فوق الأرض وصل إلى قعر الجبل في ظلماء لا نور فيها والصمت لا صوت فيه فقال جبريل لداؤود يا داؤود أتبصر شيئاً؟ قال لا يا داؤود أتسمع شيئاً؟ قال لا فأنار الله قعر الجبل فإذا بفتات من الحجارة أخذ جبريل حجراً وقال لداؤود بسط يدك يا داؤود بسط داؤود كفه في قعر الجبل ففتت جبريل الحجر فخرجت من بين الفتات دودة في فمها ورقة خضراء تسبح الله بصوت خفي لا يسمعه أحد قال جبريل يا داؤود أبصرت شيئاً؟ قال نعم دودة تتحرك في هذا الفتاة قال يا داؤود أسمعت شيئاً؟ قال لا قال قرب قربها من أذنك فقرب فسمع صوتاً ضعيفاً؟ قال يا داؤود إن الله يقرئك السلام ويقول لك إنه يسمع مناجات هذه الدودة في قعر هذا الجبل ويراها فكيف لا يراك ويسمع مناجاتك؟ لا إله إلا الله من العليم أيها المؤمنون؟ ومن العالم يأتي الإنسان إلى بيته ويغلق بابه ويطفئ النور ويعصي ألم يعلم بأن الله يرى؟ هل الظلمات يخفى على الله ما فيها؟ لا إله إلا الله أيضاً جمع الله جل وعلا إسمه العليم مع إسمه الحكيم فقال تعالى على لسان الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم العلم والحكمة ما هي الحكمة؟ وضع شيء في موضعه وضع شيء في موضعه حكمة واستعمال اللين في مقام اللين والشدة في مقام الشدة حكمة فالله عز وجل عليم حكيم فلو لم يكن عليماً لما كان حكيماً لأن الحكمة تغتضي العلم الحكمة تغتضي العلم ولا تجد حكيماً إلا وهو عالماً ولقد آتينا لقمان الحكمة إذن عنده علم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً لأن الحكمة لا تؤتى إلا بعد العلم فمن أعطي الحكمة فقد أعطي العلم فجمع الله بين الحكمة والعلم وكلاهما صفة له في قوله تعالى على لسان الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فلماذا قال الملائكة في هذا المقام لله عز وجل إنك أنت العليم الحكيم لأنه من حكمته علم آدم ولم يعلمهم لأن آدم الخليفة في الكون وهم ليسوا كذلك فأعطي آدم ولم يعطوا واضح؟ آدم الذي يحتاج وذرية الذين يحتاجون لمعرفة الأسماء كلها معرفة الأرض ومعرفة السماء والجبال والبحر وكل شيء لأنهم مكلفون بعبادة الله في الأرض وما في السماوات وما في الأرض كله خلق لهم جعل لكم ما في السماوات وما في الأرض كل هذا لكم فالسماء زينها لكم بزينة الكواكب والأرض زينها لكم بالأشجار والنجم والشجر يسجدان وكل ذلك لك أيها الإنسان لتشكر الله جمع الله أيضاً مع اسمه العليم اسمه العزيز في قوله تعالى في قوله تعالى ذلك تقدير العزيز العليم فعزته تختضي علمه وعلمه وعلمه يختضي عزته ذلا تخفى عليه خافية لذلك كان الله جل وعلا ولا شيء معه وخالق كل شيء بقدر فلا يعز عزيز إلا بعلمه ولا يذل ذليل إلا بعلمه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ما ذل ما ذل من بالله عز وكم ذل العزيز بأموال وأولادي عزة المال زائلة عزة الأولاد زائلة عزة الزوجات زائلة عزة الحياة الدنيا كلها زائلة لكن العزة التي ارتبطت بالله ولله وفي الله دائمة بدوام الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون فالله عزيز عليم فإذا علم الله في إيمانك صدقا وقوة أعزك بإيمانك فكم من ذليل كان ذليلا قبل الإسلام فأعزه الله بالإسلام أين كان بلال قبل الإسلام وأين أصبح بلال بعد الإسلام وأين كان المستضعفون قبل الإسلام وأين صاروا بعد الإسلام بل أين كان العرب قبل الإسلام وأين أصبح العرب بعد الإسلام جمع الله كذلك اسمه العليم مع اسمه جل وعلا القدير قال الله عز وجل يخلق ما يشاء وهو العليم القدير فالله سبحانه وتعالى قادرٌ على كل شيء وقدرته لا يعجزها شيء وهو عليمٌ بكل شيء فكل شيء خلقه بقدر وكل شيء قدره تقديرًا وذلك كل من علمه فقدره بعلمه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إننا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر ووردت هناك آيات أخرى تدلُّ على سعة علم الله عز وجل رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسِعَ كل شيء علمًا وأن الله قد أحاطَ بكل شيء علمًا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقةٍ لا يعلمها ولا حبةٍ في ظلمات الأرض ولا رطبٍ ولا يابسٍ إلا في كتابٍ مبين وغيرها من الآيات الكثيرة بعد هذا نأتي لآثار الإيمان بهذا الاسم العليم على المؤمن والمؤمنة إذا علمت أن الله عليم أولًا تحققت أن هذا الاسم لله ولا لا تحققت وتعلقت بهذا الاسم أحببته لأن الله عليم والعلم صفة محمودة كل ما زاد علم المخلوق زاد حب الخلق له فكيف بالخالق الذي علم كل شيء مثلاً تحب الشيخ بن باز لأنه عالم وتحب الشيخ فلان لأنه عالم فكيف بيعالم كل شيء وهو رب العالمين من باب أولى أن تحبه أكثر لأن العلم كله منه وعلم الله أيها الأحبة يختلف عن علم المخلوق ما الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق علم المخلوق مبتدأٌ لم يكن موجوداً وعلم الخالق كان موجوداً غير مبتدأ واحد أثنين علم المخلوق ينتهي سبحانك لا علم لنا مبلغهم من العلم وعلم الخالق لا ينتهي علم المخلوق يعتريه النسيان وعلم الخالق لا يعتريه نسيان فنسيَّ فلم نجد له عزمها آدم نسي مخلوق ما ننسخ من آيةٍ أو ننسيها حتى محمد نسيَّ بعض الآيات التي نُوسِخَت نُوسِخَت لفظاً ومعنىً ونسيَّ حتى بعض الأمور في صلاة قام فنسيَّ ركعتين مخلوق ينسى قالوا يا رسول الله قُصِّرة الصلاة من نُسيت قال بل نُسيت وسميَّ الإنسان إنساناً لنسيانه ولا ينبغي للإنسان أن يُضيف النسيان لنفسه وإنما يُضيفه للشيطان قال آتنا غداءنا لقد لقنا من سفرنا هذا نصب قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان الشيطان هو سر النسيان وهو سبب النسيان وإما يُنسيَّنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين إذن النسيان لا يعتري علم الله فالله لا ينسى لا يضلُّ ربي ولا ينسى أما أنت ممكن تنسى نفسك نسوا الله فأنساهم أنفسهم ممكن تنسى أولادك وعيالك وزوجتك حتى في الدعاء يأتي واحد إلى الحرم ويقف في الملتزم ويبغى يدعي اللهم أعطيني كذا أعطيني بعد ما يمشئوا نسيت ما دعيت الله نسيت والله ما دعيت نسيت والله لكن الله لا ينسى ولا يحق له أن ينسى لأن النسيان هذا من خصائص الخلق أيضاً علم الله عز وجل يختلف عن علم المخلوق في أن علمه وسع كل شيء وعلم المخلوق لم يسع شيء أنت ماذا تعرف عن نفسك؟ أنت ماذا تعرف عن نفسك؟ ماذا عندك من العلم عن نفسك؟ هل رأيت روحك؟ ماذا تعرف عن روحك؟ هل رأيت عقلك؟ ماذا تعرف عن عقلك؟ هل رأيت ذريتك في ظهرك قبل ولادتهم؟ هل رأيت أحفادك أبناء أبناءك وأبناء بناتك؟ هل رأيت أعمالك؟ هل تعلم ماذا تكسب غداً؟ أيضاً ما أوتيتم من العلم إلا قليلاً طيب أيضاً الخلق لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء والله محيط بعلمهم كلهم شاء أو لم يشوا واضح؟ ماذا تعرف عن الله؟ ما تعرف عنه إلا ما أخبر به وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً لكن أنت في شيء تخبيه على الله؟ في شيء عندك ما يعلمه الله؟ هو أعلم بكم إذ أن شاءكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون يمهاتكم هل أنتم تعلمون يوم كنتم تراباً؟ أو تعلمون يوم كنتم نطفاً أو علقاً أو مضغاً أو عظاماً أو أجنةً أو غير ذلك؟ هل تعلمون عن أنفسكم ذلك؟ كلاً لا تعلمون الشيء عن أنفسكم فضلاً عن غيركم فكيف بباريكم جل جلاله طيب أيضاً يختص ربنا جل وعلا بعلم الغيب والإنسان ما يعلم من الغيب شيء بعد هذا نأتي لإسم الله عز وجل القابض الباسط وهنا قاعدة أسماء الله تنقسم إلى قسمين هناك أسماء لا يجوز لك أن تفردها لا يجوز لك أثنين مع بعض القابض الباسط المقدم المؤخر الظاهر الباطن هذه الأسماء وأمثالها وإشباهها الكمال في جمعها فإذا انفرد أحد منها عن الآخر يكون في ذلك نقص كمال فالقبض المجرد من غير بسط بخل والله عز وجل ليس ببخيل لكنه يقبض ويبسط حكمةً منه وفضلاً منه والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون لماذا يقبض ولماذا يبسط يقبض عن عبده ليتضرع العبد إليه ربي بسط لي في الرزق وليصبر العبد على قضاء الله وقدره ويبسط ليشكر العبد رب رب لك الحمد قال الله جل جلاله في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمًا ممتاز ربي أكرمًا طيب ليش أكرمك من أجلاً تشكر لكن ما يشكر ربي أكرمًا وَأَمَّا إِذَا مَابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِسْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا طيب ليش؟ من أجل أن تصبر فإن شكرت على إكرامه زادك لإن شكرتم لا سدنكم وإن صبرت على ابتلائه أعطاك فضلًا وصلى عليك وغفر لك وهداك وادخلك الجنة بلا حساب فأي الأمرين أفضل؟ فرأيكم؟ سنأتي للتفاضل بين الصبر والشكر قال الله سبحانه وتعالى والله يقبض ويبسط وقال بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء فالله يقبض ماذا ويبسط ماذا؟ الله يقبض الأرواح يقبض الأرواح فيموت الخلق عرفت؟ ويبسط الأرواح فيحيى الخلق فأول القبض وأول البسط قبض الحياة وذلك هو الموت وبسط الحياة وذلك هو الحياة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فالله بسط لكم الحياة وقبضها عن آبائكم وأجدادكم وحتى عن أحفاد أحفادكم الذين لم يولدوا بعد فالآن أنتم تعيشون بسط الباصط للحياة وغيركم ذاق قبض القابض للحياة واضح؟ فهذا قبض وبسط أثنين يقبض ويبسط في الأرزاق هذا بسط عليه في الرزق وهذا قبض عنه الرزق فتجد هذا غني عنده تريليونات والثاني لا يملك هللح بسط على هذا لأجل أن يشكر وقبض عن هذا لأجل أن يصبر وانظر إلى القبض والبسط كلاهما في قصة صاحب الجنتين واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحد إما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها بسط آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهراً وكان له ثمر طيب هذا بسط ولا لا بسط في الرزق فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كمالاً وأعز نفراً ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة يعني الدنيا على طول وما أظن الساعة قائمة وعلى فرض أن الساعة قائمة ولئردت إلى ربي لأجد أن خيراً منها منقلباً لأن ربي عملني بالبسط فبسط علي في الدنيا فسيبسط علي في الآخرة ولئردت إلى ربي لأجد أن خيراً منها منقلباً الثاني قبض عليه قبض عن الرزق فماذا قال؟ لكنه مؤمن قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله هذا بمشيئة الله وحده لا بمشيئتك أفرأيتم ما تحرذون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون بمشيئة الله قام النخل والزرع وجر الماء ما شاء الله لا قوة على هذا الزرع ولا على هذا المال إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالاً وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ماءها غوراً فلن تستطيع له طلباً ما أكمل المؤمن كلامه حتى نفذه الله بحذافيره انتهت جنته في لحظة غاراً ماءها ويبُست أرضها واقتلع شجرها وأصبحت قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً وقف الرجل المغرور بنفسه وببسط الله الرزق عليه أصبح يُقلِّب كفيه على ما أنفق فيها من وقت وما أنفق فيها من مال وما أنفق فيها من جهد وهي خاويةٌ على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً لذلك يا معشر الأغنياء أنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي يومٌ لا بيعٌ فيه ولا خُلَّة والكافرون هم الظالمون أنفقوا ما دمتم أحياء قبل أن تموتوا فيقول الواحد منكم ربّ ارجعون لعلي أعملوا صالحاً فيما ترك أنفق ما دمت تملك قرار الإنفاق فإذا مت فوالله لن ينفق ورثتك من مالك عنك وإنما سيأخذوه لأنفسهم لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدّقت فأبقيت فمن الباسط أيها المؤمنون قَالَ بَنُّ إِسْرَائِيلَ لِنَبِيٍّ لَهُمْ إِبْعَثْ لَنَا مَلِكًا إِدْعُوا اللَّهَ أَنْ يَخْتَارُ وَاحِدْ مِنَّا يَجْعَلْهُ مَلِكًا حَتَّى نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَدَعَ النَّبِيُّ رَبَّهُ فَجَاءَ الْجَوَابُ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا بَنُّ إِسْرَائِيلُ رَفَضُوا هَذَا الْقَرَرِ رَفَضُوا هَذَا الْأَمَرُ قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ طيب لماذا يا بني إسرائيل أنتم حق بالملك منه قالوا لم يؤت سعة من المال فقير كيف يكون ملك قال النبي إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة بسط الباسط عليه بسطة في العلم بسطة في الجسم بسطة في الفهم بسطة في التدبير فدع المال فما يغني المال عند من لا عقل له ما يغني المال عند من لا فهم له ما يغني المال عند من لا تدبير له نعم وجاءت الورقة الصفراء كارث الأصفر طيب إذن الباسط منه الله والقابض منه الله والله يقبض ويبسط ما هو أثر الإيمان بهذين الإسمين إذا علمت أن الله هو القابض الباسط أولا تحققت أن الله هو القابض الباسط وتعلقت بأنه وحده الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وعلمت أن رزقك لا يمكن لأحد أن يمنعه عنك لأن الباسط هو الله ولا يمكن لأحد أن يبسطه لك لأن القابض هو الله إذا علمت ذلك فكيف تتخلق بمقتضى ذلك أولا تخلق بمقتضى العليم أن تحرص على العلم وتطلب العلم والتخلق بمقتضى القابض الباسط ما هو التوكل على الله حقيقة التوكل على الله لمن اعتقد أن القابض والباسط هو الله قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو توكلتم على الله حق التوكل لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً الطير يوم خرجت من أوكارها تريد أرزاقها خايف على الرزق والله متوكل على الحي القيوم الباسط حتى إنك لتجد وهذا من عجائب قدرة الله أن الله عز وجل قد جعل الله رزق الخلق بعضهم في بعض وبعضهم من بعض وهذا هو التسخير فلولا الخباز الذي يخبز هل تأكلون خبزاً ولولا المزارع الذي يزرع هل يخبز الخباز خبزاً ولولا المهندس الذي أخرج الماء هل يزرع المزارع زرعاً فانظر كيف جعل الله حاجات البعض متكلة على البعض ولولا المهندس والخياط الذي خاط الثوب هل يلبس الناس ثياباً ولل طبيب الذي يعالج هل يوجد شفاً وعلاجاً ولولا العلم الذي علمه الله الطبيب لما داوى وهكذا كلٌ على ثغر ويبسط الله الرزق لمن يشاء ويقدر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر